اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية فقراتنا الاسبوعية عن الامراض الجلدية اهم النصائح للحفاظ على صحة البشرة والشعر وكيفية علاج الامراض الجلدية المختلفة لسه بنكمل العنايب البشرة في الصيف واهم المحاذير فاتعالوا نفهم كتير من التفاصيل من خلال دكتور عاصم فرج استاذ الامراض الجلدية ضفنا الكريم اللي مشرفنا ونورنا كالمعتاد اهلا بحركة دكتور عاصم اهلا بزاة السحر الله يخليك يا شهر اهلا بحركة دكتور النهاردة هنكمل حادثنا في الموضوع اللي سأفدقنا المرة اللي فات اه طبعا سؤال الموسي يعني انا مسافرة تقولك انا مسافر او مسافرة فبيعود يسألوا اسئلة كتير جدا بس اللهم حق فيه اوقف جلسات الليزر اللي بيعمل بيوقف اللي بيعمل ولا لأ انا عندي اللي هم بتوع الليزر فراكشنل وكده الحفر اوقف ولا اعمل ولا ضرر اللي ان انا هروحشان انزل المية ولا منزلش المية اعقد في الشمس ولا ما اعقدش في الشمس كل واحد بيسأل سؤال ليه هو ليه هو شخصي انما هنعمل زي ما نقول كده مسودة علشانهم كلهم علشان نفيد الكل اللي عنده مشكلة اللي عنده مشكلة واللي ما عندوش مشكلة نمر واحد واثنين وتلاتة وتمانية زي ما قلنا المرة الفاتت اختيار محجوبات الشمس الجيدة اللي تناسب الشخص والعيلة يعني طيب غاليين يا دكتور عاصر وله الحق مش هجيب واحد لي واحد لبنتي واحد للولد الزغير عايزين فيه بقى فيه في السوق فاميلي بنسميها فاميلي يوز اللي يبتو استخدم للكل للكل الكبير الزغير البتاع حتة اطفال وكبير وصغير انا متأكد انا متأكد ان دي فيها حتة بيزنس يعني اللي هي فاميلي سايز عارف الحاجات الغازية لما يقولك دي لكبار ودي لصغير ما فيش حاجة أسبحها كده لكن تي حتة بيزنس علشان الشركة بدل ما تبيع واحدة بتبيع عاشر انما هتيجي عندها جلسات هير موفل يعني اللي هي ازالة الشهر تعملها قبل ما تسافر لان مش هتعملها بعد ما ترجع لان لو عملتها بعد ما ترجع هي دي مأساة من المقازي اللي احنا بنشوفها الجلد التاند يا هشام اللي هو واخد لون ممنوع يتعمل له ليزر فأي حد عنده جلسات يعملها قبل والحتة دي مهمة جدا لا يعني زي ما بقول ايه اهم نقطة عايزين نتكلم فيها ما لما هترجعي او هترجع هتوقف جلسات الليزر هتوقفها مدة محترمة يعني ايه المفروض الجلسات يا دكتور بتتعامل كل جلسة ما بينها وما بين التانية وقتا دي حسب النوع انما غالبا شهر ممكن اروح مثلا للمصيف خلال 3 اربعة تيام مثلا لو راح ومصيف فمشت فاوت جلسة لا اصلا ما انا عارف انما هي شهر يعني احنا هنقول ما بين الجلسة والاخرى شهر فهو لكن هي المصيف الناس بته وعلى فكرة الدكتورة مش هتعرف انهم راجعين من مصيف يعني ليه مش هتعرف يفتكروا لونهم كده فلما يجيوا لونهم كده وتيجي بتلغلطة غلطة جمدة جدا العيان حيقعد متحملها مدة طويلة لأنه حييجي تتكمل جلسات الهير رموفل أو جلسات الفراكشنال اللي ده تعرف هيحصل إيه؟ هتلاقي حتة بيضة ظهرت هتاخد فيها مدة لا بأسة بها فمدة طويلة على بال ما بتتعالج ودي مهمة قوي 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 كمان فلازم أكون منسق مع الطبيب قبل ما أتحرك آه إن أنا رايح مصر السؤال أنزل المية ولا ما أنزلش؟ مين اللي بيسأل السؤال ده؟ اللي عنده حساسية من الشمس ساعات العيان مش عارف هو عنده حساسية من الشمس ولا من المية الله هو في حساسية مية؟ آه منتشرة جدا 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 دين بنسميها إحنا أكواجينك ارتكاري اللي هي إيه الأكواجينك ارتكارية؟ اللي المية بتعمله نوع من أنواع الارتكارية فإحنا نمرة واحد هنقوله انزل بس خذ أقراص ضد الانتيهستامين ضد الهستامين قبل نزوله المية بساعتين يبقى الراجل ده وهو رايح أنا كمان حدتة إيه؟ لأ 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 ساعات كنا إحنا إحنا دكاترة نستسهل حيوجع مخي ليه؟ فنقوله إيه بلاش 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 لا هو عايز يروح يتبسط كمان يعني أنا حيقولك مش رايح إنما المهمة قوي إن التعامل مع المية والشمس يكون بحرص طيب دكتور عايز أركز على الجزئة دي بس معنا سوزة مانال على التليفون حاضر ناخدها ونجاوب عليها مرة تانية أهلا بيك يا سوزة مانال أهلا وسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت يا دكتور أنا ابني عنده واحد وعشرين سنة بيتعالج من حب الشباب باللي هو العلاج الايزو يعني مش هذكر اسم العلاج ولا اسمه الايزو يعني هو بعد ما بدأوا بدأوا الشهر ظهرت له مسام واسعة فعايزين نعرف إيه علاج المسام الوسعة دي وإيه الأكلات الكويسة اللي هي الصحية لي وإيه الأكلات اللي يتجنبها المدرة حالنا هو هنقول لحضرتك شكرا لك يا فندم أستاذ سمر أيها السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت أنا عندي 42 سنة وبشرتي حساسة فكنت عايزة أعرف إيه أنسب حاجة أستخدمها لبشرتي عشان ما تطلع ليش تجعيد وحافظ على بشرتي وكده حاضر يا فندم شاطرة يا صام برافو عليها طالع لا والأولانية عشرة أه سوزة منال بقى منال مسكندرية آآ آآ تكلم على ابنها واحدة الشيس آآ لا أصلا شاطرة ليه آآ نمر واحد قال ما قالتش اسم الدواء التجاري هي من طبع أنا وعرفها بقى عرفها النظام فقالت الاسم العلمي المهم الايزو اللي هما بنسميها أقراص الايزو تيرتينوين اللي هي بتقولها بتقفل المساء وبتعالج كويس بس عشان خاطرنا دايما كل شهر اعملي التحاليل اللي هي وظائف حنسميها عشان ما تلخبطيش وظائف الكبد والكلسترول والدهود السلسية هتعمليها له كل شهر ما تكسليش وهي عينة واحدة يعني عينة دم واحدة والمعامل بقت بتروح البيت دلوقتي يعني مش هتعبها لكن دي مهمة هو ده بقى حكمله كمان الراجل ده وهو رايح الماصير ده هي مسكندرية وهو رايح الماصير في محاذير له حاسب من الشمس لان الشمس الميت دي اللي الشمس اللي هي في نص اليوم ساعت بتتعبه خصوصا لو بياخد الايزو فالايزو بينشف الوش قوي فتخلي بالها من الحاجات ديت عشان ما يحصلش مشاكل ما يحصلش مشاكل فهي حتكمل عليها التحاليل المسام حتقفل كويس جدا ليه المسام واسعة دي بقى؟ كل اللي عندهم بشرة دهنية دايما يشتكوا من حاجتين الدنيا تلمع يعني بشرتهم تلمع نمرة اتنين مسامهم واسعة من بنسميها ديليتت بورز بنسميها ليه كده؟ حتلاقي المسام عمالة طلع الدهون فتبى الدنيا ماشى كويس فحتقفل مع الايزو وفيه طبعا فيه ادوية كتيرة اسمها بور فايدا يعني بتقفش المسام فتبى الدنيا ماشى كويس تعالج القصة في قدي وقت؟ بالايزو ده حسب الحالة انما هي لنتقل عن اربع شهور ليه لنتقل عن اربع شهور؟ حسب حاجة احنا بنسميها total cumulative dose الرقم اللي ضروري يوصل له المريض ساعات يقول لي انا هاخد كم مرة ايزو يعني خف هل ده اديله جارانتيه انها مش هتطلع له تاني الحبوب؟ لا هتطلع له تاني وتالت ورابع اه يعني ده يعالي اما الامر بتدهله ليه؟ علشان حاجة مهمة اوي وشه ما يحفرش لكن مش بقوله انها دي دي ديها ضمانات انها مش هتطلع تاني ده تطلع تطلع تاني وتالت ورابع ما تقلقوش انما كل مرة هنعمل نوصل للتوتال كوميليتيف دوز الجرعة اللي محسوبة لكاملة الجرعة الكاملة الكاملة بنسميها الجرعة الكاملة اللي هي يعني مش عايزة لاخبطهم مية وعشرين هتاخد دي تلت شهور او اربع شهور وتبى الدنيا كويسة اوي اوي كبير طيب هي سمر اتنين واربين سنة باو عايزة تحافظ على بشرتها وتاخد اجراء وقائي حسب لون بشرتها ونوع بشرتها وكل مرة هاعد اقول الحكايات البيض ذوي البشرة البيضة اوي 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 اللي احنا بنسميهم واحد في القعدة دي مين واحد انت طب فالانت يعني انت دول يخلوا بالهم يخلوا بالهم لان ده بيتكربشوا بدري اللي هم البشرة البيضة بيضة بشرة بيضة بتعمل ايه بتكرمش بدري من الشمس فعلى رجل او ستات يا دكتور اه طبعا ما تفهمش الراجل يتعرض للشمس اكتر عدم اهتمام زائد ان طول النهار واقف في الشمس بست مهتمية طبعا اكتر ببا شوت اكتر في حاجة بقى مهمة مهمة جدا وكل مرة حولها بس ابحانش مهتم ان اللي انت قاعد فيه ده يا شام اقوم الشمس اه طبعا ده الضوء اللي انت ده طبعا بسخانك تروح تقولهم لا اقول لي عشان اتكلم بقى تقولهم ايه مش هادة بالدكتور فالدية يا شام ده تعرض للشمس صريح صريح جدا جدا الى اقصى درجة وفيه عيب كمان عن الشمس انت وانت بروح والحتة فيها شمس هتمد هتمد يعني يا شام مدى بس ده انت مش مستشعر اي حاجة هنا قاعد مرتاح مفيش مشكلة خالص لكن ده مضر علشان كده محجبات الشمس الحديثة الحديثة بقت فيها ضد الجرينز اللي طلعة من دول الاضاءات الاضاءات دي مش ببقتش ظريفة ابدا والتلفزيونات حطين والموبايل والموبايل عمللهم دي بقت محتاجين لها سونسكرين تحترم الحتة دي فالبيت البيت اله وهم كمان غير البيت ايه انه هما جلدهم جاف الدول بيلقطوا التجعيد بسرعة بقوي يعني نقول ايه اختين ايا عشان اشرحها لهم اختين واحدة بيضة اللي احنا بنسميها طايب وان او تو والتانية اختها لأي سبب صمرة خمرية خمرية مثلا طلع الباباها ودي طلع الباباها الحاجات اللي بتشوفها في العائلات دي مين مين هيتجععد اسرع طبعا البشرة البيضة البيضة اللي هي الاخت دي هتتجععد بسرعة بسرعة يعني حيبقى فيه فرق جامد عشان كده بعد عشر سنين لما تروح تشوفهم وتسلم عليهم هتتخض يعني وديت الحاجات اللي هي تحترس بيها اللي هي البشرة البيضة عن الصبر الصمرة بقى هتدخل في الاربعينات ولا الهوى ولا يعني جعادت ولا حاجة اأمن يعني مصاريف دي اكتر ولا دايما نحض المشرة البيضة طبعا محتاجة سانس كريم بادري يعني ضروري نحط لها محجبات الشمس بادري بادري كتير خالص خالل انما الصمرة يعني تعافي يا ربنا سبحان الله يا رب يعني اللي هم البيض دول فرحنين بنفسهم قوي 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 بس يتجعده بدري ومش يتجعده بدري وبس الحكاية يعني مش عايز اخوفهم انما ايه مش تجعده بس لا يعني دول مع كمان عينين فتحة اشوف اه ضروري نحطط ضروري نحطط خالص يعني فالاحتياط هنا واجب الصمر هيحتط من ايه دكتور الشمس خلاص احنا الشمس اتفقنا عليه سموكينج التدخين يعني كل حاجة بالحرف الاس في حياتهم يشيلوها اهي سهلة خال يعني الاس قد كده نمنعها خال اللي هما ايه الشمس السونسكرين عشان كده السون يبعدوا منها اتنين ودي اللي هي السون اكسبوجر يعني السول والسموكينج التدخين اه يعني انا حط التدخين قبل الشمس فدي واحد اتنين والسكر اس شوكر والسولد والسولد الاربع اس وحتلاقي الدكتور يوم الساب يعني حتى خليه يراجعي على الحاجات دي لو انا بقول حاجة غلط دكتور هشام اه فقول له الدكتور عاصب ايه قال كده يعني بس هو اوصل الرسال اه يعني قول له الساد بتاعت هشام اللي هي بس هي هو حيقولها نحسن اللي هي السكر والسولد لها 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 مدار لا تتخيلها فيه بتأثر على البشر بتأثر على البشر بتأثر على البشر فاللي عايز يقي نفسه من اي حاجات مستقبليين وده هيحصل هيحصل بس احنا بنأخر ايوه هي كلمة هيحصل هيحصل مش هفضل طول عمري شاب لا يوم انما هتتأخر هتتأخر كل ما هنعمل الحاجات دي هتلاقي الحكاية ماشية احسن كتير خالص خالص اختها اختها اوعى تنسى المثل اللي انا قلت اختها الصمرة اختها الصمرة دي هل مش هتحتاج لأ هتحتاج بس اقال هتحتاج حماية من الشمس اقال انما برضو الاربع اس دول اللي احنا قلناهم ودي مهم اوي يمنحهم برضو شوية كتير ال السبورت الاكسارسايز يعني الاس دي رياضة رياضة حلوة خالص الى اقصى درج فدول دول ريحين المصيف هي واختها دي تعيش ايامها لكن دي تخلي بالها ودي عندها مشكلة تانية لا تتخيلها انها ما بتعرفش تاخد لون يعني ايه ما بتعرفش تاخد لون ده اصحاب البشرة دول هم اللي بيسعى انه ياخد لون دول ما يعرفوش البيض اوي دول ما بيسميها ليه ما بتعرفش تحمر تحمر لما تظنها ما تاخدش لما تذهبت ما تعرفش تاخد تنج انما دي العكس تطلع هناك وترجع هتلاقي سودة يعني بتطلقوا طلقوا بسرعة طلقوا طلقوا بسرعة خالص ما فيش حد راضي تحمر تحمر وتنزل الدنيا تفتح معها في دب الدنيا ماشية كويس خالص طب دي رشدة هاي لكل الناس اعرف نوع بشرتي ولون بشرتي نوع ولون وايه الحاجات قبل ما نروح الماسية واللي عندهم حساسية ضوئية وحساسية مية الدول ياخدوا مضادات الانتيهستامين قبل ما ينزلوا يروحوا المية او يتعرضوا للشمس والدول مهمة بعمل جلسات ليزر اخلصها قبل مسافر حرجع من يعني ما اكملش ابلغ الدكتور على الاقل انا رايح عدكتور الماسية يعني يعني وفي مصايف الشمس بتاعتها اقوى انا مش عايز ادلو بالدنيا لكن طبعا الجونة غير الساحل طبيعة الجورة طبعا الشمس جامدة جدا في العين السخنة والحطة دي الشمس عنيفة كده فانما الشمس خلينا بعض ضده يعني لما ننزل بعض ضده انا دايما اقول احسن نرجع تاني دي دي مختلف عن اختها اختها حتسود اسرع وهدي اختها لو هي بتعمل جلازات ليزر ايه وعا تتعرض تروح اول ما ترجع من المصيف اخدت لها خمستاشر يوب راح صيف راح بتاع لو كملت ضروري توقف الجلسات ضروري توقف الجلسات هو عمومة الدكتور حيحط الشخص على الطريق الصحيح واللي استشار واجده جدا قبل ما بتحرك قبل ما تتحرك وقبل ما تروح حيقولها نزل الزل السعكام لان في منهم عندهم امراض الدول هنتكلم عليهم بالتفصيل خالص 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 يعني غير البشرة الحساسة اللي عندهم حزاز اللي عندها اللي عنده ابنها عنده حب شباب ده الشمس حتدايقوا ولا مش حتدايقوا لكن شمس وآيزو تريتينوين اللي هي قالت عليه لأ نحاسب بينها خالص طيب تمام جدا معنا السلسارة ألو ألو طيب حاول تكلمينا مرة تانية السلسارة احنا في انتظارك اللي قدامنا مثلا بتاع خمس دقايق طيب فهنستنى تليفونك إن شاء الله إن شاء الله طيب دكتور قولي يا دكتور على سبيل المثال يعملوا قبل أو أثناء أو بعد هنا الدنيا أصل باش يفضع عيبه إنه فيه شوية متأسف في الكلمة ما فيهش نظام يعني همجية شوية أجازة آه يعني أجازة يعني وينسى النهاردة وتعمل بكرة وبعد بكرة يعني ما فيهش بروتوكول مش زي الشتة فالوضع إيه اللي مش زي الشتة ده الترتيب مهمة أو ده الحديثا كمان محجبات الشبس بقى فيها ترتيب طب معلش يا دكتور قبل ما ندخل فتفصل عشان ما نقطعش المعلومة معنا الأستاذ أحمد ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله لو سمحت أنا كنت بس أل أنا بشرتي دغنية مهمة وبقى تعالج بين حب الشباب بالعلاج اللي هو الآيزو تريتناين كنت عايز أعرف إيه السانس كرين اللي يبقى مناسب للجو السيف يعني إيه السانس كرين بتاع المناسب وعايز أعرف كمان الأكلات السؤال اللي جاء قبل كده الأكلات بتاع حب الشباب المناسب للبشرة إيه هي تمام شكرا جدا يا أحمد شكرا مرزيلا ده كويس يا أحمد أسألة مهمة برطة جدا زياد على دورها وانا نسيتها ده مهمة كل في الأكل يبعد عن الألبان ألبان يبعد عنها حيلاء نفسه بيتحس واحنا واحنا قبل رمضان لما كنا قلنا إيه الحاجات العيان اللي بيستفاد من الصيام كنا جيب جيبنا سيرة بتقول حاب الشباب يستفادوا شوي فهو يبعد عن منتجات الألبان حتلاقيه البشرة بتتحسن قوي فزائد هو يكمل على الآيزو في المصيف بس يحاسب من أن الآيزو بينشف البشرة فوهو بقى كمان في اسكندرية حينشف أكتر وأكتر الرطوبة عالية في اسكندرية واو المحجبات الشمس فهو كل اللي احنا بنقلهله حيغير نوع الصانس يعني لو استمر على النوع القديم حيضايق 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 شفت الكلمة دي غريبة جدا سببله حرارة آه هوا هوا حيتحر لأنه مش هو بشرته بقى تنشفة لما هيحط ده حيضايق منه قوي قوي لكن هو دلوقت يحدي عايزين نعمل هينشفة أكتر بيتهلي آه صح كده هتنشف أكتر هو ضروري يستخدم السونسكرين للبشرة الجفة جفة جاية من إيه؟ من الايزوتريتينوين وأهم من أن إنها جفة يتتكرر أكتر والأهم والأهم من كده ما يرجعش تاني للبشرة الدهنية إلا لو لقنا خلص العلاج وماشاء الله شكرين يا جماعة وا 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 لكن لما وقف العلاج ساعات البشرة ترجع تاني تلمع فبرضو السونسكرين ده محجبات الشمس دي رايحة جاية مع الواحد فحتلاقيها بتتحسن قوي 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 أحسن سؤال النهاردة هنديله جايزة الدولة اختيار السونسكرين حسب الحالة بتاعت الجل بتلمع ولا لا تمام احنا متوقعين يا دكتور دي ونص دقيقة دقيقة هو هنقول دقيقة الناس قبل ما تروح المصيف تسأل السؤال ده أخذ معايا إيه؟ أخذ معايا السونسكرين السونسكرين نوعه كويس أعرفت لون بشرتي ونوع بشرتي أه بلاس اللي هو اسمه بلاس ففتي اسمه يعني بلاس ففتي ما فيش دلوقتي مية وكلام ده هو بلاس ففتي أشوف نوع بشرتي أشوف نوع بشرتي ولون بشرتي وبأخذ أيزو ولا لا ونعد يعني الحتة اللي أنا رايحها دي شكلها إيه؟ تمام حسبه من الطراب لأن البتاع ده الطراب لما بتتحط وده هنكلم عليها مرة الجاية واجه أدهن عليه يخلق الوش باص يجب أن يكون فيه تنظيف للبشر قبل ما بعمل قبل ما يكون مدهن الحاجات وحط الترتيب قبلها قبل ما بنزل قبل ما بنزل ضروري حزبه من أن الهوى بيشيل الطراب ويحطها كده بقت عبلها زي البشرة اللي كلها حبوب يا رب الناس تقضي صف لطيف وأيام سعيدة وبشكر جدا وجودك معنا يا دكتور عاصل شرفتنا ونورتنا كالمعتاد وبشكر طبعا حضراتكم بمشاهدين الشكر موصول لكم على طيب المتابعة بكرة بإذن الله حلقة جديدة من صباحك مصري قبل الساعتين من دلوقتي واشوفكم دايما على خير إن شاء الله